قبل ما أبدأ بس الأخبار بتاعتنا يا أخي أنا ما ينفعش أبقى قاعد كده يدوب لسه مخلص فطار ومبسوط ووكل صنية بطاطس ورز بالشعرية وحاجة عظمة على عظمة وبعدين قاعد أقل في التلفزيون فلاقي واحد والله العظيم قاعد كنت مبسوط جدا جدا قاعد بتفرج على التلفزيون قلت لك واحد إخوان 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 بقى لهو متهم ولا نحن نظنه إخوان واحد من قيادات تنظيم الإخوان قاعد رامي كرشو على الترابيزة كده وكتاء وعمل نفسه مصاقف وبعدين عامل له ديكور فيه وراء مكتبة طبعا أنت لو سألته المكتبة دي فيها إيه والله العظيم ما يعرف والله يا مارف أنا بكلم سامح صيام زميل عزيز وصديق العمر يعني مش كده كنت بصص له الناحية فلقيت اللي أنا استغربتله فيه مش إنه هو قاعد عمال بيهجص يعني المسألة إن أنا لقيته قاعد عمال بيتكلم على إرناستو جيفارة تشي جيفارة يعني أو جيفارة على رأي الجماعة اللاتينية اتخضيت والله اتخضيت إيه قيادي إخواني بيتكلم على جيفارة؟ لأ وبيتكلم عليه إيه بيتكلم عليه كلام لو جيفارة نفسه مش هيكتبه على نفسه كده خالص لبتكلم عليه الثائر العظيم الحر المش عارف إيه واحد عمال يقول في شوية كلام على جيفارة مش ممكن أنا ما شفتش التروتسكويين نفسهم بيتكلموا على جيفارة بهذا الشكل فيطلع الرجل الإخواني قاعد عمال يمجد ويبجل في جيفارة طبعا هو لإنه عنده بيجمع حاجتين إنه كذاب وجاهل فمثلا قال لك إيه وحصل خلاف كبير جدا ما بين جيفارة ورفيقه وزميله في دالكاسترو هو مبدئيا في دالكاسترو ما كانش رفيق وزميل جيفار ده هو كان المنظر بتاع جيفار القائد بتاع جيفار ده بس مبدئيا يعني وكاسترو على الأقل بالنسبة بالي والنسبة لناس زي زي حالاتي كتير هو أهم من جيفارة بمراحل يعني جيفارة رجل عظيم وكل حاجة بس هو أوفر ريت شوية المهم بس مش دي قصتنا يعني مش قصتنا إن جيفارة أوفر ريتد ولا لأ هي القصة في إنه أولا انت جاهل يعني مش عارف إيه شكل العلاقة اللي كان قائم ما بين في دالكاسترو وما بين جيفارة العلاقة اللي ما بين جيفارة وما بين رؤول كاسترو الحاكم الحالي لكوبا وما إلى ذلك طبيعة المرحلة اللي جمعتهم طبيعة الخلافات الفكرية عن مسألة الدولة ولا دولة اللي فرقتهم دي نقطة النقطة التانية هو اعتبر أنه أنا بحاول عرض الأميس عشان ما يبنش أن أنا زي قيادي الإخواني أنا كمان بس أنا هاخس والله العظيم وقعد المهم أنه قالك إيه وبعدين جيفارة بعد خلافه مع كاسترو وخب بعضه وطار على كوبا طار أصدي على الكونغو لا هو قضى فترة معينة قبل ما يطلع للكونغو من الكونغو عاد مرة تانية لأمريكا اللاتينية ده واحد اتنين الكذب بقى يعني هنا لأول الجهل وبقى كده هقولك بقى على التدليس الكذب بقى كان فين الكذب في إنه قالك وبعدين أمريكا كلمت كاسترو أمريكا أمريكا النات المتحدة الأمريكية اللي ما بطقش حاجة اسمها فيديل كاسترو قالك ألكلموا كاسترو وقالولوا يا كاسترو يا أحنا يا جيفارة قاعدين في الفسحة أحنا بقى قال الأمريكان كلموا كاسترو هما ما بطيقهوش انت مش متصور دعم النظام الأمريكي أو نظام الحكم الأمريكي بشكله العام سواء إذا كان بقى كونجرس بيت أبيض بنتاجون لباتيستا اللي كان بيحكم قبل فيديل كاسترو كان عامل إزاي وجود فيديل كاسترو في الحكم في حد ذاته ده كان أكبر كارثة منيت بها الولايات المتحدة الأمريكية وهنا بقى ترجع لأزمة خليج الخنزير والسواريخ الكوبية وبعدين كان فيه حاجة اسمها انه جاء الأمريكان يعني عملت سواريخ روسي في كوبا اتوجهت ناحية الولايات المتحدة الأمريكية راحت جاية أمريكا موجهة سواريخ في تركيا ناحية الاتحاد السوفيتي الأديم وكان أزمة اسمها أزمة خليج الخنزير وحدوتة كانت تنزل بحارة عالمية جديدة وكارثة نووية كان ممكن تقضي على العالم فقالك في أمريكا قالت لكاسترو يا احنا يا جيفارا طيب والله العظيم انت مش خليم كم التفاهي والجهل والعبط والكذب كمان التدليس فين؟ هو دلوقتي جيفارا بقى حلو جميل زي الفل يمكن يجوز السؤال هو ليه؟ يعني ليه فجأة الإخوان بيتكلموا على تشاجي فارا ليه؟ شوف انت ونقعد نحكي فيه